اشتركوا في القناة فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغم جاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى أن ترث ربنا الأرض ومن عليها اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا قَوْلًا سَلِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد أيها الإخوة الكرام إن صيامنا في رمضان ليس فقط صيام طعام وشراب ليس الهدف من الصيام هو الجوع وليس الهدف من الصيام فقط أن نتذكر الفقراء وأن نعرف قيمة النعم التي عندنا ولكن أيضاً أيها الإخوة الكرام الصيام إنما هو صيام جوارح أيضاً فالقلب يصوم ولكن كيف يصوم القلب والعين تصوم ولكن كيف تصوم العين واللسان يصوم ولكن كيف له ذلك القلب أيها الإخوة الكرام كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن في الجسد مطغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فصلاح القلب هو السعادة في الدنيا والآخرة وفساده هلاك محقق لا يعلمه إلا الله قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال أيضاً عن أولئك اللاهين المعرضين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً وقال عن أولئك الذين لا يتدبرون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فقلب المؤمن أيها الإخوة الكرام يصوم في رمضان وفي غيره قلب المؤمن أيها الإخوة الكرام يفرِّغ قلبه من الشركيات ومن اعتقاد الباطل ومن الوساوس ومن النوايا الخبيثة قلب المؤمن عامر بالإيمان قلب المؤمن متعلق بالله وبرسوله قلب المؤمن أيها الإخوة الكرام يزداد إيماناً حينما يسمع آيات الله تتلى قلب المؤمن مشرق كالشمس قلب المؤمن يصوم عن الكبر فلا يسكن الكبر قلبه لأنه حرام لأن الله سبحانه وتعالى حرمه فإذا سكن الكبر في القلب أصبح القلب مريضاً قلب المؤمن أيها الإخوة الكرام يصوم عن العجب والعجب أن يتصور الإنسان نفسه أنه أفضل خلق الله وأن يرى أن ما عنده أفضل مما عند الناس وليس من باب شكر النعمة ولكن من باب الغرور وأن يكون فخوراً بنفسه وأن يرى الدونية بينه وبين خلق الله سبحانه وتعالى وأن يرى أن المحاسنة التي عنده إنما هي أفضل مما عند غيره ودواء العشب أيها الإخوة الكرام أن يرى الإنسان نفسه ديماً أنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى أن يرى الإنسان نفسه دائماً أنه دون خلق الله سبحانه وتعالى وأن لا يجعل العشب إلى قلبه طريقة قلب المؤمن أيها الإخوة الكرام يصوم عن الحسد لأن الحسد يحبط الأعمال الصالحة يقول الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أنه من أهل الجنة ثلاث مرات فلما سئل ذلك الصحابي الجليل قال لا أنام وفي قلبي غش أو حسد أو حقد على مسلم يا بردرس عزيز محرlaughing وكذلك سمول لهne الحديث في الحديث إنه جيدا ثم الأخرى من الجوانين وهي أهل كيف حالا فربيت محمد صلى الله عليه وسلم قالنا إذا كان هذا جيدا ثم ستكون من المعنى المعنى في هذا الحياة وإذا كان ستكون من ثم ستكون من المعنى الله سبحانه وتعالى ستكون إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب This is a reminder for the people who have heart أو ألقى السمع and those who pay attention وهو شهيد and they witness الله سبحانه وتعالى say about those people they have sick in their hearts or they have a disease in their heart في قلوبهم مرض they have a disease in their heart فزادهم الله مرض Allah will increase this disease in their hearts فزادهم الله مرض و لهم عذاب أليم in the day of judgment they will have a severe punishment from Allah سبحانه وتعالى Allah سبحانه وتعالى told us these ayahs all about the hearts and how important is this part in our body Allah سبحانه وتعالى say about those who don't listen to the Quran and think about the meaning أَفَلَا يَتَّدَبَّرُونَ القُرْآنَ or their heart is chained as if the heart has chained on it أَفَلَا يَتَّدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا so the heart of the believer should fast in Ramadan rather than Ramadan the heart of the believer of the mu'min shouldn't know the hatred among his brothers he shouldn't think that he is better than others he shouldn't be proud of himself and look at the other people they are always less than him the heart of the believer is showing like the sun the heart of the believer always have the love of Allah سبحانه وتعالى in their heart and it has the message that Prophet صلى الله عليه وسلم brought to us the heart of the believer wouldn't know the arrogance because Allah سبحانه وتعالى made it forbidden and Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم told us and he warned us you wouldn't be going to paradise if you have this disease in your heart the arrogance and Nabi صلى الله عليه وسلم warned us the believer's heart shouldn't carry this disease the believer's heart brothers shouldn't hate others as Nabi صلى الله عليه وسلم told us the Muslims should love each others the believer's heart should always look at himself that he is less than others he should look at himself that he always have a short in his ibadah he always look at himself that he is not giving the right to Allah سبحانه وتعالى he is not fully and he is not satisfied with what he is doing so he would increase his a'mal he would increase his relation with Allah سبحانه وتعالى he would he would engage himself more with the ibadah the believer's heart brothers wouldn't carry the envy for the others they would love if Allah سبحانه وتعالى gave the others ni'mah they would love that they wouldn't say why Allah didn't give me and how come Allah gave this man and this brother he would love for himself what he loves for others the believer's heart Allah سبحانه وتعالى said about those who have envy in their heart Allah said about them what they look at each other like that the envy the people for what Allah has given to them and Nabi were told about man he is from the people of paradise so when the companion asked he were told they were told he said this companion that when he sleep at night he wouldn't carry any of hatred among his brothers he wouldn't feel proud of himself rather than the others he wouldn't have hatred among his brothers or he wouldn't cheat his brothers this is why Allah subhanahu ta'ala has given him the jannah this is our manners the second thing brothers the heart the tongue and Nabi sallallahu alaihi was say to Sayyidina Mu'ad Ya Mu'ad kuf kuf an kah be careful of this Ya Mu'ad watch your tongue watch what you're saying he said Ya Rasul Allah Would Allah count on us for what we are saying for everything we say told him he said most of the people will be in the hand fire because of this because of the tongues hold hold it and tell his tongue say good then you will be prized or stay quiet you will be safe this 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 say those great companions of Rasul Allah said in surah qaf every single word every single thing that you say with your tongue the angels are writing it Allah will keep it for you in your book in the day of judgment till you see it so be careful the tongue as prophet is one of the reasons one of the most reason will take people to have fire and Nabi said if you guarantee me what's between your beard your tongue if you guarantee Rasulullah this and what's between your time your part and Nabi said I will guarantee you the Jannah the followers of Prophet Muhammad dear brothers when they understood this they were watching every single word they were saying when they talk they think before they say anything when they talk they make sure that what they going to say it wouldn't make Allah angry from them in the day of judgment they would say good or they would stay silent say there is nothing in this life should be chained as the tongue because he knows how much this take people to the fire the tongue brothers it is the way of good or it is the way of evil we should watch what we are saying we should know that Allah is writing for us what we are saying so we have to be careful I say Allah to بسم الله وصلي وسلم على المعوث ورحمة للعالمين جاء بالحق بشيرا ونذيرا وداعين إلى الله بإذنه وسراج منيرا اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن سار على نففه وقتفى أفره إلى أن ترف ربنا الله ومن عليها هذا هو الكتاب كما قلت بسبب جميلة نحن بيبك أن نقوم بالحق لأمور لأمور لكل مكتابي نحن بيبك أن نقوم بالحق لأمور ونجد أن يحقق بخبارة لكي يقول عن ع olho الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين يغطوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم تقول المؤمنين لا تنظر على حرام تقوم بسرعة كما الله سبحانه وتعالى سيده في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطيته عن العيسات قاله أنه لن تقوم بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب أعطيته الإمام الشافعي when he let his eyes one time look at something that he didn't mean to do it or to look at it he wasn't able to get the knowledge that he always gets he wasn't able to memorize as he always used to do because when he went to his teacher he told him we know شكوت إلى وكياني سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي the knowledge the knowledge of الله سبحانه وتعالى الله wouldn't give it to those who disobey الله سبحانه وتعالى one of the followers of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم he said أطلقت عيني في حرام المرة فنسيت القرآن بعد أربعين سنة 40 years he used to know the Quran and when his eyes one time came to Haram he forgot the book of Allah سبحانه وتعالى dear brothers looming or looking at Haram or looming our gaze at Allah سبحانه وتعالى this is we obey Allah سبحانه وتعالى with a command when Allah سبحانه وتعالى told us these are the benefits we get we get as well we have a clean pure heart and to be away from the desires when we let our eyes look here and there then we basically run after the desire we looking at Haram we always want the shahawat we always looking at the pitan so when we know our gaze then you always protect it from those things Allah سبحانه وتعالى will give him iman in his heart as Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم promised us those who don't look at Haram they will find the sweetness of iman in their heart this is the reward as Allah سبحانه وتعالى gives to Allah سبحانه وتعالى to make us among those who their tongues and their eyes and their heart pass from all the evil and all the haram اللهم اغفر للمؤمنين والأمنات الأحيان لهم والأموات إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وتغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأقرار اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تجعلنا من عدقك من النار ومن المقبولين اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارك الأرض ومغاربها اللهم كلهم معينا وناصرا اللهم ابدوهم بمدد من عنده وبجند من جنده اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أخرجنا من بينهم سالمين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقوا لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فعليك به واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة وينهى عن الفحشاء والممكن والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزبكم واستغفروه من ذنوبكم يغفر لكم أقل صلاة موسيقى موسيقى